السلام عليكم معنا أستاذ أحمد بركاث لسه وصل من مصر هنا بكويت السلام عليكم شكرا الله يسلمك ورنا الحمام الشركة والحمام التراكي انا اتشغفنا بابو علي صداف كورينا أرضى عنده في المزارعة البسيطة ده بسيء من المزارعة عندنا أبو علي أنا معه الحمام من الشركة الإنسية الأصل عنده بوزيداني هنا عشان مريم من البلد فنخلي الحمام الأصل جوزي هنا عشان بالليل يقعد معهم شوية طبعا احنا عندنا هنا فيه حمام اللاحم المطور اللاحم المطور ده حمام هجيل بيتهجل مع تكسن او مع فرنش مودن او مع كينك وبيشتغلوا عليه أكثر من فترة كبيرة كذا سنة لغاية كما يوصلوا لجزء معين في دماغهم ان الانتاج والحجم بيكون أكبر من حمام شركة فرنسية وده اللا حاصل فعلا عند أبو علي يعني لو شفنا ده الحمام ده الحمام المطور ده الحمام المطور ما شاء الله يعني حتى أنا سألت أبو علي قال لي ما شاء الله يكون معهم فروخ ومعهم بير شوفوا الحجم اللي شوفوا يقول ايه روماني الطاوي المصريين عارفين الروماني والقطاوي طبعا ما شاء الله شوفوا الحج شوفوا الحج شوفوا الشراسة الحقية وده للزوجين وعند زوجين بس اللا حمام المطور ما شاء الله شوفوا الحجم وعند زوجين يعني دي على معطقت دياني مهجن على فرنش مهجن على فرنش يعني حتى شوفوا هنا دي الشعر اللي طلع فينا شوفوا فيتها تحس ان هي مهجن على فرنش نازل عبار بحس ان هي فرنش أصفل بس هي لاحم مطور بيسموهنها لاحم مطور لاحم مهجن على كم أو على روماني أو على فرنش او على تيكسل ايه ممكن خمس سروات على يصول اللتيجة ايه طبعا بيسموهن أكثر من بطرة كبيرة ممكن هجن لاحم على تيكسل ورجع ياخد الانتاج يهجن على مدينة كده بيغيب نفس الفرنسي ضعف حكم البيضة حتى بتاع اللحم الشركة الفنسي تقريب الانتجاجة نفس بطل التجاجة أو الفخ نفس بطل فخ كبير ما شاء الله عليه انا حتى هنا وده بقى حمام اللحم الشركة الفرنسية حمام اللحم الشركة الفرنسية فيه ناس من نصر عندنا وناس من المشاهير بدون ما بيش حاجة اسمه لحم ألوان وده لحم أبيض وده لحم ألوان بختم الشركة فيه ختم خارجي وفيه ختم داخلي سرعة الانتاج معاهم زغالين هاي حتى ان الزبلول صغير ومش عارف امسكه بسم الله العظمة مش موجودة العظمة مش موجودة والصدر عريض اللحم ماسك من الفخد للفخد اللحم ماسك من الفخد للفخد بسم الله مدقر ماضي اللحم بتاع الفخد ماشاء الله هذا عبريبا 20 يوم اوقت لا ما جبش 20 يوم دا انه هاي بيضة يعني بشاء الله تحس انه الزغلون انا مش عارف امسكه بسم الله ماشاء الله الزغلون مش مكملة لأيت الزغلون بسم الله ماشاء الله شوف ماشاء الله السدر هنا بسم الله تحس انه بيلع حديد جد والله يعني العضلة عضلة السدر ماشاء الله العظمة مش مبينة العظمة دخلة يعني ده مكان العظمة ده مكان عظمة السدر مش موجودة اصلاً واللي يعرف الكلام ده كويس جداً اخونا الحبيب محمد بحاري محمد بحاري هيشوف الفيديو ده ان شاء الله وهيعرف الكلام اللي انا بقوله هذا هو حمام الشوكة الفرنسية فيه اختام خارجية تعريباً على معطاقب وهم بيعملوها للحمام المنتج اللي هيبيعوه على معتقل يعني او علشان يميزه دكورة معينة يعني ختم الشركة موجودة ومخطوص فيها علامة خارجية نفس اللي عندنا يا جماعة اللي الناس شافته في الفيديو الناس شافت في الفيديو عندنا الختم اللي هو في الجناعة اللي احنا صورناه مع الأسود مصطفى ونزلناه على اليوتيوب طبعاً اسألت ابو علي احسن حمام ربته ايه قدل الحمام اللاحم احسن حمام ربته احسن شيء الحمام اللاحم لان الزغالية عندنا مش لاحم على بيض على بيض لا احنا لاحم على اللحم اه يعني سود مصطفى كان بيسألني اسأل ابو علي الحمام اللاحم احنا بتسميه في مصر حمام لاحم عشان فيه ناس قول عشان بيلحم العش في العش يعني هو مع زغالية زي اللاحم احنا ناكل اللحم اه عشان الاكل حتى انا سألته يعني انا اشتري جوز بمئة وخمسين بنار يعني تمانهم داخل في الحداشر التاشر الالب عشان اكل من وراهم زغالية الا انا بجيبهم لمزاجي في الاول وفي الاخر عندما بحتاج اكل منه باكل منه اي لا انا الواحد يكفي واحد يكفي فرد اه انت اه انت اه يعني احنا ما عندنا عشان حش اه الرز وها اه لا احنا ناكل تشدي وكهم يكفينا احنا انا لو تحشونا بعدها واحد يكفي تريه لانا شبتنا انت الزغالية اه اه ماشا الله والا الوان قادت هني ثانية عشان الناس اللي ايه فيه ناس مشهورة 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 يا جماعة شك ان فيه حمام الملوغة ده حمام الكويتين اكوانك اللي في كويت هنا بيحب الحمامة دي اكتر من الاضيب بيحب الحمامة دي صح يا بعلي نعم نعم حاضر انا الحين هذه بتاع السنة هاي بسنة بيحب الحمامة دي اكتر من الاضيب وفي منه الازرق في منه الازرق ده ده المطور نفس المطور تحت انا نسى شال اتذكر انا شيلت اتذكر منها لان الانتاق دي كثر ضبيره فشلنا اتذكر عشان تبدي اضبط انا يا حبا ده لون وده لون خالص تسميه عندنا برنجانه ايه انا معا عشان تشوفهم سرعه انتاج حمام الشركة الكلسية الزغلولة هون ماشاء الله ومعهم ليسا بيضان اول بيضان الزغلولة هون لسا زغلول زغاية هون بسم الله ماشاء الله الزغلولة هون اتكون اللحم والله ما شاء الله الزغلول ده لو اندبح في العمر ده يكفه واحد كبير باقر ما شاء الله ما شاء الله يعني ده وزنه الوقت هيعدل 500 جرام 600 جرام على حد زغلول ده وزنه 600 جرام يا جماعة الزغلول ده أنا لما مسكته قلتها هيعمل من 500 600 جرام استاذ حسين ابو علي هيوزنهولنا دلوقت مباشرة صفر اه انه نمشي على الاحمر ترى مو على الاسود الاسود امريكي الابيض اللي هو الاحمر ايه معدل نص كيلو احاول 600 جرام زي ما انا قلت ولسه زغلول صغير ولسه ما اكلش لحن لسه ماكين حليسه فاضي لحوطها لفاضي اخلص يمشها ايه ايه معدل نص كيلو ده العلامة دي بتاعته نص كيلو معدل نص كيلو اه 600 جرام ما شاء الله طبعا الحمام لتقريبا اول شغل ده فايه اول بيضة كانت مش معمرة او السبب لا السبب اللي قال علي ابو علي ننسيه السبب اللي قال علي ابو علي في العين السلكات 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 اللي في الرف اللي بتخليش يتزوج يتزاوج بطريقة صحيحة فبيطلع البيض اما معمر واحدة والتانية لا اول اثنين مش معمرين كمان يعني عنده بيض كتير رماء ابو علي السنة دي بسبب السلكات دي بحسين كنا جاب السلكات التانية دي السلكة الوحيل 90 في 60 90 في 60 صافي وحتى كمان مكان متاع السبنة مكان متاع الفضلات كبير والارضية المشكلة التانية في السلكات الارضية في الارضية دي اختلف عن ارضية السلكة دي يعني حتى بقى حسين بيقول لنا مرة جيه دي كان فيها ثلاث زغالين غد عنهم يوم لقيت الثلاث زغالين بكنا هم متعلق تحت وبيضة بايضة بالمرض عشين كنا احنا في مصر هادي هادي سيد احمد هادي المطهر المطهر طايشينها على الحمام اللي في مصر اللي في مصر اللي اللاحم هادي اللي لم يجي كسر يوم هيكدر هادي هادي مش كل حمامنا هادي حتى وانت بتدخل الفرد انت وانت بتدخل الحمامة في المكان شوف ايه ضيق ضيق اجحام كبيرة ما شاء الله حادي ما هيكدير فما تصح معادي انا حط وحدة برة ومعدة بيها خلاص ولي شاء الله بطريق راح تروح ان شاء الله الحمام بسم الله ان شاء الله ربنا يبارك ابو علي ما شاء الله يعني حتى الجزدول ان شاء الله شوف زغالين هم قد ايه وما شاء الله بيطرق يعني انا شايفهم لسه دلوقت حتى انا بقول لابو علي بلقوا ازاي وشوف يا محمد يا بحاري حبيب يا صاحبي شوف ما شاء الله مفيش عضمة والتاني يا جماعة طالع لون يسود اوه عشان احنا بنقول ايه اللي يقول لك اللاحن ما بيش قال لون ايه ابيض بس انا لون يسود اوه وفي السلفر وفي الطايجر وفي الابيض وفي الاحمر وفي الاحمر احمر دقعت على الصفار شوية وانا راح اصورهم بس ده ابو علي عايزين عايزين نسيب الزغلول ده الواحده لغاية لما يكبر وتحب التاني ده معه يعني لو حقيت ده فيه بوس انت شايفينهم دلوقت معهم بوس فيه معهم بوس فروخ بوس انت باعلم بس الحب ده الواحده لما يكبر عشان ايه ياخد الغذاء الواحده لان ده اكبر منه عشان التاني ما يضعفش وده الدهن يا اصغر منهم برده اصغر مفيش خلاص انت بسعب معنا او عاية انا اعطيه اعطيه واحدة للشيين وقت ما تيجي تأكل وقت ما تيجي تأكل اشيل اشيل كليل وقت ما يأكل بالتاني و بعد اطفق قلت ما شاء الله خبرة او عالم احنا بحدي ناخد منك خبرة وناخد من المصريين خبرة وعلى راسي المصريين كل لكم وهذه الفيتامينات ابو عالمي السجد هذا الفدال ألماني هذا الفدال ألماني وهذا في الشركات المعروضة وهذا هذا كانكر وهذا يسبحون فيه وهذا هو الشامبو الشامبو حمام وهذه الخميرة حية نحن نستخدم عندنا الخميرة البيرة والخميرة الخبز اشريت هذي وهذه دايجست هذا غشيل كلا منشد كلا منشد كبير الشركة هذي هولندي وغلندية وهذه طبعا منعروفة مش اللاكت